اي مؤرخ واي محلل واي كاتب يقولك ان محمد علي باشا نجح يبقى ما يفهمش حاجة الذي نجح هو الشعب المصري والذي نجحت هي مصر كل اللي عمله محمد علي باشا اعاد تنظيم الشعب المصري وقاده بقبضة حديدية كلام واضح وقاد الشعب المصري بقبضة حديدية ارتفع فيها شأن هيبة الدولة المصرية بقيادة محمد علي باشا الى عنان السماء الى عنان السماء فاكبر الشعب المصري على العمل اكبر الشعب المصري على الانتاج اكبر الشعب المصري على الانطلاق بمصر واقامة حضارة حديثة نتحدث عنها اليوم بعدما يقرب من قرن ونصف من الزمان واقصر لذلك بدأت كلامي بان كل علماء الاجتماع في الارض لا بد ان يتوقفوا امام دراسة هذا الشعب العملاق شعب المواقف والتاريخ شعب الحاضر والمستقبل فالشعب المصري اليوم يقف وقفة اللي هو حضرتكم وانا بأولى ذا الكلام لان الاخوة العرب سمعيني وهم الاشقاء ابناء الرحم وابناء الصلب فهم اشقاء حقا الاخوة العرب ابناء صلب ورحم يقف الشعب المصري الان نفس موقف الشعب المصري عندما وقف في عهد محمد علي باشر الشعب المصري اليوم يتحدث عن نفسه لكي يؤيد كلماتي كوكب الشرق ام كلسوم في مصر تتحدث عن نفسها وقف الخلق جميعا ينظرونا كيف ابني قواعد المجد وحدي وكيف تبنى قواعد المجد الا بالشعب فالشعب هو صاحب البناء وبلا دیا